صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين على الاحلى اخوات في الدنيا اللي منوريني ومكتريني ومشرفيني ومشا هيصلني حبيبي الحلوين كل سنة وانتو طيبين وفي بيوتكم متهنين النهاردة هنعمل تلات وصفات لازم يكونوا موجودين في تالاكتك في رمضان ايوة هيسهلوا عليكي حاجات كتير ايه هما الشرباط والفستو الكذاب هعملوا اول مرة على الاتيوب تشوفي الطريقة دي ايوة اكتبيلي وشوفيها شفتها في حتة قبل كده ولا لا والزبادي الزبادي بصوا كوامها ايوة نشألب ونعدل في الكوباية ولا يهمنا بصوا زبادي بالفواكه زبادي بالفراولة يلا بينا نخش الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الوصفات ازاي وناخدوا جولة في الشقة ونجاوبوا على سؤال او كم سؤال كده بيسألوني ليه يا نور ما فرشتش فرش رمضان وليه ما عملتش الروتينات اللي احنا متعودين منك كل سنة تعملها وقلت لهم حاجة وابعليكم الفيديو اللي جاي ايوة الثانية يا جماعة معلش انا بعتذر على زينة رمضان بس طبعا انتو مزن بكمش حاجة انا هزين طبعا الرخامة بس اشان وانا بعمل الاكل تبقى عنيكم فرحانة وانتو بتتفرجوا على الوصفات بتاعتي احط لكم فنوس جنبي كده ايوة انتو مزن بكمش حاجة وده شغل بس الشقة وكده ما عملتش فيها حاجة زي ما انتو شايفين انا فرشتها وخلصتها اهوت ما فيش حاجة جديدة طبعا عشان مامة سلفتي اتوفت فاحنا بالرأي شعور بعض وكمان مامتها كانت غالية علي قال الله يرحمها ادعو لها بالرحمة وكمان جزء اختي تعبان واخوه تعبان وابن اخته تعبانين هم يقربوا لي ايه يا ام ايا الخالتي واخواتي احنا متربين مع بعض من زغرنا فاحنا اخوات مش ايا الخالة ربنا يخلهم لي يا رب ويشفيهم ويعفيهم وطبعا ويطلعوا من مستشفى بالسلام ان شاء الله يا رب كده ما يجب لنا حاجة وحشة ولا يوجع قلبنا على غالي ابدا ادعو لهم كده بالشفة يا جماعة اني ربنا يشفيهم يا رب كده ويعفيهم اللهم امين ايا الخالتي دول تلات بناتهم اخواتي طبعا هم مربيني من قبل ما اتجوز طلحت في وسطيهم وكلنا اخوات مع بعض ويلا بينا بقى انا محبش هديكم طاقة سلبية بس انتم اللي حبيتوا تعرفوا انت ليه ما عمل دي الزينة رمضان هلأعمل ايه الزبادي بتاعتنا طبعا بطريقة سهلة وبسيطة وبعدين انا عملتها متأخر السنازل ايه بوفر يا جماعة ما انتوش غور بي يعني كلو اللبن باربعين جنيه هعمل الزبادي على كذا مرة لا لسه عندكم وقت هينزل لكم الفيديو الساعة تمانية بالليل لسه عندكم وقت تقدروا تعملوها اكيد كل واحدة لبان جنبها تبعا تجيب كيلو لبن نزلت بمعلقة عسل مش موجودة البديل بتاعها معلقة سكر عشان ما تحتاجيش تحطي سكر على الزبادي وحطيت آآ معلقة لبن بودر وده عشان يدي الكوامش موجودة استغني عنها عناعمل يعني عناعمل وعلبة الزبادي امه خمسة جنيه وربع اصغر حجم في السوبر ماركت علبة الزبادي تعمل معاكل غاية اتنين كيلو لبن وطبعا هي علبة الزبادي دي الوحيدة اللي هتشتريها في شهر رمضان وبعد كده تخلي كوباية الزبادي من اللي انت عملتها خميرة لبعد كده هنصب معنا الزبادي بتاعاتنا في الكوبات وانا عندي مربة من السنة اللي فاتت عملتها معاكم ما عملتش السنة دي عشان عندي واحنا ملناش في المربة قد كده يعني حطيت في الكوباية من تحت ما عندي يجيش آآ فراولة آآ اي فاكهة عيالك بيحبوها مش لازم الفراولة يعني مش شرط هنملة الطواجن بتاعدنا الطواجن البلدي دي بتبقى طعمها جميل في الزبادي عايزة عندي اطفال وعايزة اعمل زبادي بالفراولة جبت السوس الفراولة ده كان في التلاجة وعملناه وطعمه فعلا فراولة ولونه فراولة طب اندي انا ما عنديش العلبة الكيبرة دي بتتباع في السوبر ماركت كياس صغيرة بخمسة جنيه هتعمل معاك الكيس يعمل معاك لغاية كيلو لمن هنحطها بقى في الصواني كده في الصينية يعني وترسيها وتغلي مية وتسيب المية دي تهدى شوية متحطاش مغلية على طول يعني قبل ما ابدأ الوصفة دي انا كنت غالية المية وانتوا عارفين طبعا انا مش بحط في الفرن ولا بسخن فرن انا كل سنة بعملها معاكم بنفس الطريقة وتطلع اللوز اللوز هحط البشكير كده هحطه كده وهحط كلفة الخميرة بتاعت ما دي خميرة بتتخمر اغطيه بالصينية كده عشان الفوطة ما تقعش جوه اللبر ايوا كده واسيبه المدة من اربع ساعات لست ساعات ويلا بينا نعمل الفوز ده ايه كذاب ايوا انا ما عنديش لون اقدر تفتكروا اعمله بالازرق طب استنوا اعمله بالاصفر حطي الاصفر على الازرق حيديكي لون اخدر شفتوا بقى اللعبة في الالوان ايه رأيكم دي حاجة وحطيت شوية مية وهقلب الالوان دي تلغيه مدوبها كده وهجيب ربع كيلو سوداني ايوا هنزله في الاين في في المية بتاعت هقلبه كويس جدا نخلي اللون يمسك في كل حتة وهسيبه المدة ربع ساعة في المية دي ايوا سيبيه المدة ربع ساعة كده بعد الربع ساعة هنصفي المية الزيادة اللي فيه هنا بقى ايه كل وصفة تحترم طبعا بس كل واحد ووصفة وانا بحب اسهل على نفسي عشان ما عنديش وقت ان انا ايه اقف كتير في المطبخ هنزل في الطاصة نشفة وع النار ايه بلاش الفرن بقى وتفرجي وتقلبي كل شوية وهياخد على القل معاك نص ساعة في الفرن لأ ونص ساعة كمان الفرن تسخن ليه طبعا النار مش هياخد عشر دقائق وبعد ما حمصته والمية اللي نشفت اللي فيه خالص وتحمص معي هفرده في الطبق كده اوعي تدربيه في الكبة صخنة كمان خليه لما يبرد عشان ما يفقدش الزيوت بتاعته تتحنيه بقى زي ما انت عايزة ما عنديكش كبة الخلاط ما عنديكش كبة الخلاط دقي بشكوش بهون كده في قماشة نظيفة هيطلع معاك برضو لز اللوز بنسترف عندنا الحلول انت زي ما انتو عارفين قناة اقتصادية وعلى قد اليد واحنا كلنا ظروفنا دلوقتي بقت الحمد لله يعني بص بقى هقرب لكم الكاميرا وتشوفوا الفوزدو بقى لما تحنتوا كده وهو صحيح بقى عاتيكي لونين مش لون واحدة والفوزدو عمره ما كان بيبقى اخدر بس الفوزدو الطبيعي لونين لو اخدوا بالكم كده وتقولوا نور قالت صح كده شوف اللون يا سيدي على اللون وهو واخد لونين ايه الحلول فوزدو ده ولا مش فوزدو ده مش كداب ده صحيح هجيب حل فاضية ونعمل الشرباط بتاعنا هنزل بكيلو سكر ايو كيلو سكر الشرباط طبعا بيسهل عليكي حاجات كتير وحلويات كتير بتكون كاسلانة وميدعملية ولو منا شرائع عندك عسل كولوكوز يا ست الكل حطي معلقتين ما عندي كيش خير وبركة حطي على كده مش هيقول لا هنزل بمعلقتين العسل الكلوكوز على الشرباط بتاعي عندك عسل نحل بس طبعا ده هيبقى مكلف عندك شرباط طقيل حطي يعني بديك الحلول يعني هنزل بلتر مية على كيلو السكر ايه الازازة كبيرة بس مش معبيها على اخر الازازة زي لتر ونصف بس مش معبيها على اخر من غير مقلب ولا شيل المعلقة ولا حرك اي حاجة في الحلة هنزل بيها عمار لمدة ربع ساعة بعد الغليان ايو بعد ما تغلي كده بعدها بربع ساعة بتجيبي المنكهات بقى اللي انت عايزة تحطي انا بفضل الفانيليا انت ممكن عايزة تحطي ارفة عايزة تحطي حبهان برحتك بس انا بحب الفانيليا بصراحة فهنزل ايه بفانيليا السايلة دي كمان قوية عندك بودر حطي بعد ما تكمل الربع ساعة على النار ويبرد هتشيلي طبعا اللمون اللي 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 محتوط دوت هتستغني عنه وتعب بيها بقى في ازاز في براتيم في اي حاجة وحطيها في باب التلاجة ويلا نشوف بقى الزبادي عشان هخلصنا كده الفيديو بتاعنا ونشوف الزبادي بعد ست ساعات عملت ايه يا سيدي يا جمال من غير ما تخش تلاجة ولا اي حاجة شايفين التماسك بقى اللي بحالكم يا شايفين من قبل ما تخش التلاجة كمان لما تخش التلاجة هتعمل وش اكتر وتعمل تماسك اكتر شايفين امو فراولة يلا بقى انطلع التواجن كمان واحطها في التلاجة تسقع يعني النهاردة آآ استبت الصبح دي كده استبت الصبح لاني عملتها يوم الجمعة بالليل قبل ما اخش انام وصحية الفجر كده لا الفجر ايه لا اه الفجر عشان عملتها حوالي الساعة احداشر صحية الفجر لقيتها متماسكة يعني لسه عندك وقت يا ست الكل بقاتي يا حاتي من الصبر ماركة اللي جنبك كيلو لبن وعلب الزبادي واعملي احلى زبادي ادي الفوز ده وادي الشرباط وادي الزبادي بتاعتنا التلات وصفات ده اللي يكونوا عندك في التلاجة هتسهل على نفسك حاجات كتير شايفين الشرباط وقوامه بقى كل ما هيقعد حيتقل معاك طب فيه وصفة عندي يا نور محتاجة شرباط سخن وانا اللي عندي شرباط ساقة حطيه النور حيدفع ولا حاجة حتا هتأثر معانا يعني يلا نشوف الزبادي وقوامها وحلوتها وطعمها يا سيدي قلبناها كده ايه ده ايه ده اشتغلت حاوية بتا نور شايفين ولا يهمنا القفو كده ولا يهمنا يلا بقى نجربها كده ونشوف الزبادي بتاعتنا كوامها ايه ام فراولة اللي بتتجاب من بره ديت بالشيء الفلاني دلوقتي يلا نشوفها كده عن قريب شايفين الجميل والحليوة والله الكاميرا ظلمة للزبادي زبادي بلدي جميلة ما فيهاش مواد حافظة كل حاجة عاملها في بيتك بنظافة وامنة للاطفال لو عندك اطفال زغيرة وممكن على فكرة لو عندك اطفال زغيرة واللبن الجموز تقيل عليها تعمليها باللبن بقري اللبن البقري خفيف ينفع برضو في الزبادي انا عارفة على فكرة انا عاملة جبنة باللبن البقري بس لسه ما تلعتش كنت عايزة دفعلكم برضو في الفيديو ده بس لسه ما تلعتش مش عارفة بقى لما تطلع هصورها ولا ما فيش وقت ولا ايه وبرضو مش عارفة هنزل لكم الفيديوهات في رمضان في نفس التوقيت الساعة تمانية ولا اغير التوقيت عشان صلاة التراويح لسه مش عارفة اكتبولي يا جماعة اكتبولي انا باخد قراءكم شايفين الزبادي في الطواجن دي حكاية حكاية لو عجبكم الفيدي ما تنسوش دعوة حلوة بصلاح